بدأ الحرس الثوري الإيراني مناورات برية وسط البلاد لإظهار قدرات إيران في مواجهة أي تهديد محتمل في وقت هدد الكيان الإسرائيلي بأنه سيتخذ وحده قرار ضرب إيران وتزمن ذلك مع بدء زيارة مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما للأمن القومي للكيان الإسرائيلي لم يمضي وقت طويل على تحذيرات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة الاحتلال من إطلاق الثرثرات ضد إيران حتى انطلقت من جديد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة إلى إيران بالتزامن مع زيارة مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الأراضي المحتلة لبحث ملفات عدة بينها سوريا وإيران رئيس أركان الجيش الإسرائيلي شدد على ضرورة متابعة التطورات في إيران ومشروعها النووي على نطاق واسع مع الأخذ بالحسبان ما يفعله العالم وما قررته إيران وما ستفعله إسرائيل أو لا تفعله كما قال تهديدات لاقاها من توكيو وزير حرب كيان الاحتلال إيهود باراك بحثه المجتمع الدولي على زيادة الحظر على إيران قبل أن تصبح محصنة أمام أي غارات على منشأتها النووية إسرائيل لا تملك القدرة على تنفيذ أي تهديد بهجوم عسكري على إيران وإذا ما دفعها جهلها إلى ارتكاب أي حماقة فإن هذا سيعني أنها قررت إنهاء وجودها من الشرق الأوسط وتأتي تهديدات كيان الاحتلال الذي خسر الحرب أمام المقاومتين الفلسطينية واللبنانية بأبسط أسلحتهما في وقت تزداد قوة إيران الدفاعية وبينما تجري قوة الحرس الثوري مناورات برية في الصحراء الوسطى ومحافظة يزد بوسط البلاد تحت عنوان والفجر وعذلك في إطار مناورات دورية تجريه قوات الحرس والجيش تعزيزا لقدراتها الدفاعية هذه المناورات تمثل المرحلة النهائية لمجموع مناورات هذه السنة وتشارك فيها فرق المشات والبسيج وتهذف إلى إظهار قدراتنا في مواجهة أي تهديد محتمل لأعداء الثورة والوطن وهي الثالثة منذ نحو شهر بعد مناورتي شهداء الوحدة شرقي إيران وحماة الولاية غربها اعتبر رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمسي شن ضربة عسكرية على إيران سابقا لأوانه داعيا إلى الاستعداد بشكل أفضل لأي خيار عسكري من جهة يأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن مهاجمة الكيان الإسرائيلي لإيران لن يكون قرارا حكيما مشددا على ضرورة إعطاء فرصة للدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية حسب قوله هيغ وفيلي خان تلفزيوني قال أنه ليس لديه معلومات حول مخطط إسرائيلي لمهاجمة إيران مؤكدا أن المقاربة الدبلوماسية والاقتصادية ترمي إلى التفاوض مع طهران